طوال أكثر من مئتي يوم من العدوان على طرابلس ليمت مراراً حكومة الوفاق على مدارات خطابها للأطراف المتدخلة في ليبيا وعدم توجيهها إصبع الاتهام بشكل واضح للدول الداعمة لعدوان حفتر لكن يبدو أن السيلة بلغ الزباة فبعد اتهامات مباشرة سابقة وإن وصفت بالخجولة أبرزها تقدم وزارة الخارجية باحتجاج رسمي لمجلس الأمن الدولي على قصف قوات حفتر المدعومة من دول أجنبية لمطاري معتيقة ومصرات الدوليين ها هو وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتح بشاغة يتهم بصريح العبارة روسيا لتأجيج الحرب في ليبيا لبسط سيطرتها على النفط بشاغة في حوار أجره مع وكالة بلومبورغ الأمريكية قال إن موسكو عمقت الأزمة عبر نشر مجموعة فاغنر للقتال مع خلفة حفتر في ليبيا كما فعلت في سوريا ووسط إفريقيا مضيفا أنه أينما توجد فاغنر يوجد الدمار متهم الروسيا بسعي لتمكين رموز نظام القذافي من استعادة السلطة داعما بذلك السردية ما جاءت به مجموعة من الباحثين في جامعة ستانفورد حول التلميع موسكو عن طريق شركة فاغنر لرموز النظام السابق عبر صفحات أنشأتها على مواقع التواصل الاجتماعي أصناعة محتوى يروج لأحقية حكمهم البلاد بشغا دعا في حواره الولايات المتحدة إلى لعب دور فعال وتكثيف جهودها لحل النزاع واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد كونها ملتزمة أخلاقيا وقانونيا تجاه ليبيا مؤكدا أهمية استمرار التعاون مع أمريكا في مكافحة الإرهاب خصوصا بعد هجوم حفتر على طرابلوس الذي وفر أرضية خصبة لإعادة تجمع التنظيمات الإرهابية بحسب تصريحه بشغا في حواره مع وكالة بلونبرغ الأمريكية والتي قالت أنها أجرت في تونس قبل توجهه إلى واشنطن في زيارة مرتقبة يدعو حسب مراقبين الولايات المتحدة كونها قوة عظمى بمقابل الدب الروسي إلى التدخل لصد مساعيه وضع اليد بين المتنازعين من أبناء الوطن الواحد ترجمة نانسي قنقر